موسيقى الأحباء المباركين مشاهدي قناة الحياة المسيحية أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل ربما بتسألوا النهاردة عن فدوى صلوا من أجلى هي مريضة بعض الشيء أتمنى وأصلي أن تكون معنا غدا الثلاثاء في الحلقة المباشرة أيضا ربي بارك حياتكم خلينا أدخل مباشرة كما تعودنا إلى الرسالة الروحية أولا وبعد ذلك نبدأ موضوعنا رسالة الروحية النهاردة بن أخذ من كورينسوس الثانية عشر الآية أربعة وخمسة يقول الوحي الإلهي إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون ما معنى أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية يعني ليست الأسلحة العادية التي يستخدمها الإنسان ضد الإنسان مثلا أسلحة سيوف أو الأسلحة الحديثة البنادق المسدسات إلى آخره أو الأسلحة الاستراتيجية المعروفة أو يستخدم هذه الأسلحة لنشر الإنجيل كلمة الله إلى آخره أو أسلحة الثروة والمجد الباطل فهناك أسلحة مختلفة يستخدمها الإنسان أسلحة السلطة أسلحة الفصاحة والتعبير والكلام والبراعة والعقل خاصة العقل المنتفخ كل هذه أسلحة جسدية لو استخدمها الإنسان فهي استخدام الإنسان العتيق لكن هناك أسلحة المقصود بها هنا أسلحة محاربتنا ليست جسدية فهي قادرة بالله وليست بنا وهنا الأساس أنها قادرة بالله هذه الأسلحة التي هي الصلاة والصوم الخضوع والطاعة لكلمة الله هذه هي الأسلحة الإيمان بالإله الحي هي الأسلحة الفعالة الأسلحة لكل جندي حقيقي مسيحي ليس لديه غير هذه الأسلحة فالمسيح الحقيقي هذه أسلحة التي تهدم حصون لا يستطيع العالم أن يهدمها فلا يستطيع العالم بكل ما تقدم فيه من أسلحة أو من علوم إلى آخره أن يخرج روح نجس مثلا من إنسان أو أن يشفي مريضا بكلمة الله لا يستطيع لكن هذه الأسلحة قادرة بالله على هدم حصون الشر وهدم حصون الخطيئة ويقول الوحي الإلهي بعد ذلك هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح فالمسيحي الحقيقي يستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح فهناك من يؤلفون بين قوسين علما يسمونه علما وهو ليس كذلك علما كاذبا افتراضات علمية بيحاولون من خلالها إلغاء وجود خالق عظيم مهيم على هذا الكون المسيحي الحقيقي من خلال هذه الآيات ليس لديه أي استعداد أن يقدم أي مهادنة في هذا الاتجاه بل هو ملتزم بأن يستأسر يعني يستأسر يعني يأسر أسر زي واحد في الأسر يستأسر كل فكر إلى طاعة المسيح ليس معنى هذا أنه يدين الفكر مجرد الفكر فكل الناس لهم الحق في أن يفكروا وهناك أفكار وإبداعات رائعة جدا عبر التاريخ البشري ولكن المعنى هنا يستأسر كل فكر يحاول أن يستخدم أي قدرات فكرية أو عقلية بطريقة ما تتحدى وجود الرب الإله أو يعصيه هذا المسيح ملتزم بهذا الأمر تجاه نفسه تجاه حياة روحية في الأول وبعد ذلك في توصيل هذه الرسالة إلى الآخرين فإذا الرسالة اليوم على المستوى المسيحي الروحي خلينا نستفيد منها أننا نستأسر كل فكر في حياتنا يعرض علينا أي فكر فيه عصيان للرب الإله فيه في اتجاه الخطيئة والشر أي فكر من هذا القبيل نستأسره نخضعه نضعه تحت مجهر طاعة الله يوافق أو لا يوافق بالتأكيد إن كان لا يوافق يطرح خارجا ونعيش في مركز طاعة روح الله ولا تنسوا ففي أعمال الرسل خمسة اثنين وثلاثين يقول الوحي الإلهي يعطي الروح القدس للذين يطيعونه الذين يضعون أنفسهم في مركز طاعة روح الله يرفضون الشر والخطيئة الموجود في العالم هذه رسالتنا النهاردة الرب يبارك حياتكم خلينا مباشرة أنتقل إلى حلقة اليوم حلقة اليوم هي هاجس أكل لحم الخنزير الذي يلاحق الأحباء المسلمين خاصة إذا خرجوا خارج بيوتهم ليأكلوا هنا أو هناك أو في سفر أو في أي مكان خارج المنزل يكون عنده هاجس أكل لحم خنزير وقد تحول هذا الأمر يعني بطبيعة الحال إلى شعار يستخدمه الأحباء المسلمين أراه في الغرب يعادل شعار الحجاب وبالتأكيد يدخل هذا الأمر في منظومة الأكل الحلال السؤال الذي نقدم اليوم في هذه الحلقة لماذا حرم الإسلام أكل لحم الخنزير هذا السؤال هو موضوع الحلقة اليوم ثم هل الأسباب التي قدمت حديثا قدمها بن قسين العلماء علماء التفسير أو المهتمين بالشريعة في هذا العصر ما قدموه من أسباب لرفض أكل لحم الخنزير هل هي أسباب حقيقية صحيحة أم أنها أكزوبة يتم خداع المسلمين من خلالها لأنها يعني ليست لها الأدلة الصحيحة أو المعقولة أو التي تنطبق على الواقع هذا وغيره بنعمة الرب سنناقش في حلقة اليوم وخلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا لهذا اليوم المسلمون وهاجس الخنزير هذه حلقة النهاردة بنعمة الرب القديم الحلقة السابقة حتى أعطيكم فكرة كنا تناولنا نفس النصوص القرآنية التي تتكلم عن منع الدم والمخنوق والميتة وسألنا وأنا شخصيا بحثت لأجد يعني السبب ليس هناك سبب واضح شرعي أتكلم عن سبب شرعية سؤالنا اليوم عن عدم أكل لحم الخنزير أنتظر إجابة شرعية أيضا موضوع أنه فيه جراسيم وفيه بكتيريا وإلى آخره أنتظر إجابة شرعية لماذا الخنزير بهذه الطريقة يعني التي فيها الهواجس الكثيرة جدا يعني لدرجة أنكم جعلتم يعني من يعني إحدى أهم رسائل عيسى حينما يأتي أنه يقتل الخنزير يعني هذا الهاجس لا بد أن يعطي سببا شرعيا تفهمه المسلمون الأوائل وبالتالي أنتم تعرفونه فإذا بنعمة الرب اليوم الحلقة ستكون عن لماذا تم تحريم أكل الخنزير في الإسلام وإذا شاء الرب وعشنا ستكون هناك حلقة قادمة وهي أكل الخنزير في العهد القديم وفي العهد الجديد وسنتناول معه أيضا موضوع في مصر القديمة والفراعنة ماذا كان وضع أكل لحم الخنزير أيضا إذن اسمحوا لي أحباء المباركين أدخل مباشرة لعرض مقدمة وسأنتظر مكالماتكم بعد حوالي 25 دقيقة من الآن بداية أبدأ بالنصوص القرآنية زي ما أنتم شايفين كذا في هذا العنوان أبدأ بي سورة البقرة 173 إنما حرما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يبقى هنا تحريم لحم الخنزير هذا كان الأسبوع السابق الميتة والدم إذن لحم الخنزير لماذا حرما لحم الخنزير سورة الأنعام 145 قل رسول الإسلام إله يقول له قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دم وضعنا لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم النص الثالث سورة النحل إنما حرما عليكم الميتة والدم وأيضا ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أيضا النص الأخير في هذا الموضوع المائدة ثلاثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمنخنقة والمبقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب السؤال الأساسي لهذه الحلقة كما قلت لكم أحبائي لماذا حرما إله القرآن أكل الخنزير لماذا ما هو السبب الشرع في هذا التحريم وأرجو من الأحباء الذين سيقدمون مداخلاتهم معنا أن لا يتطرق الآن إلى الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس ستكون له حلقة قائمة بذاته بنعمة الرب القدير وهي الحلقة القادمة اليوم نريد أن نعرف السبب الشرعي لماذا تم تحريم لحم الخنزير في الإسلام في القرآن زي ما شفت النصوص أنا رجعت للتفاسير لأجد سبب واضح شرعي يقول لأن الخنزير يعني ويوضح لنا السبب الشرعي بصراحة لم أجد ربما بحثي ناقص فأنتظر من الأحباء الذين يداخلون معنا أن يقدموا لنا السبب الشرعي أنتقل إلى التفاسير القرآنية أبدأ بصورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فذهبت إلى تفسير ابن كثير ليس فيه الكثير مع أنه ابن كثير وجدت وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء زكية يعني الدبح أو مات حدف أنفه أو مات كده فهو محرم ويدخل شحمه ويدخل شحمه في حكم لحمه يعني دي طبعا أنتم عارفين دايما القرآن لأنه ليس دقيقا في النصوص فهو بالنص القرآن ذكر لحم الخنزير فهنا أصبحت لدى لدى المفسرين وغيرهم طيب والشحم يدخل ولا ما يدخل فيه لأنه ليس يعني ضمن اللحم يمكن أن تجد لحما صافيا لكن لا مشكلة تعودنا المهم نحن نرجع إلى من فهم القرآن ومن فسر ونلتزم بهذا العمر إذن هنا في تفسير ابن كسير حرم عليهم لحم الخنزير سواء زكية زبح يعني أو مات حد فأن فيه ويدخل شحم في حكم لحمه طيب ما السبب الشرعي ليس هناك سببا شرعيا سورة النحل 115 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نذهب إلى القرطبي خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه يعني كل الخنزير زكية أو لم يزك دبح أو لم يزبح وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها يعني مش بس علشان قال لحم الخنزير أنت تفتكر بس اللحم لا بيقول لك كمان الشحم وكمان الغضاريف وغيرها يعني كل شيء بدون استثناء ثم يكمل القرطبي ويقول أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير ويقول أيضا وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه يعني قال لحمه يبقى هو كمان يقصد شحمه أيضا ثم قال لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به يعني يجوز الخياطة به يعني ممكن زمان تعرفين ممكن من الصوف بيعمل خيوط فيجوز الخياطة بشعر الخنزير وهذه الجزية يمكن أن يكون فيها كلام كثير لكن سأتركها ليس الآن لأن الوقت يحكم لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به جوز الخياطة بشعر الخنزير ثم يكمل لا خلاف في تحريم خنزير البر يعني حتى اللي مش بيتربى في البيوت لا اللي هو كمان بري وحشي فأيضا هناك تحريم سؤالي لماذا يعني وأنا أقرأ لابن كثير أو للقرطبي كنت أتمنى أن أجد سببا شرعيا لماذا الخنزير ليس هناك سبب شرعي واضح خليني أكمل معكم بعض التفاسير الأخرى وأن تقل إلى سورة المائدة ثلاثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولما وصل للمدينة طبعا المائدة مدنية وجد اليهود فأضاف والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب يبقى هنا عندنا برضو لحم الخنزير خلينا نشوف لماذا لحم الخنزير المائدة الطبري نذهب إلى الطبري يقول وأما قول ولحم الخنزير فإنه يعني وحرم عليكم لحم الخنزير أهليه وبريه يعني إذا كان في البيت مربى يعني بين الحضر أو هو وحشي في الغابة أو في الصحراء فإن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره حرام جميعه لم يخصص منه شيء يقول عن قتاد إلا ما ذكيتم يعني إلا إلا زبحتم إلا ما زبحتم قال فكل الذي سماه الله عز وجل ها هنا ما خلى لحم الخنزير إلا الخنزير إذا أدركت منه عينا في أي حيوان آخر غير الخنزير عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائما تركض أو قائما تركض فزكيته فقد أحل الله لك ذلك يعني الكلام هذا يعني لو إنت وجدت في أي حيوان من الحيوانات الأخرى التي ذكرت ما خلى الخنزير حتى وإن كان في مجرد رمق حياة عين تتحرك زيلي يتحرك بس لحكت دبحته فهو حلال لك إلا الخنزير واضح أنه في استثناء هنا الخنزير لماذا هذا هو السؤال أيضا في المائدة ثلاثة لإبن كثير يقول قوله ولحم الخنزير يعني إنسيه وبحشيه واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم ثم يقول ولا يحتاج إلى تحزل الظاهرية والظاهرية يعني طائفة من المسلمين في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا يكمل ابن كثير يقول يعنون قول تعالى إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير يعني فإنه الهاء هنا فإنه رجس أعادوها على الخنزير حتى يعوم جميع أجزائه بيقول الموضوع مش محتاج الخنزير محرم كله وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه والأظهر أن اللحم يعوم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب لم يخرج الأحباء الشيعة عن هذه المنظومة دون توضيح سبب واضح فحقيقة رجعت وقرأت تفسير كثير أيضا للأحباء الشيعة لأجد رأيا سببا شرعيا لم أجد ووجدت هنا مثلا سورة البقرة التفسير الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن خص اللحم لأنه المعظم يعني الكل والمقصود وإلا فجملة محرمة السؤال يعود مرة أخرى لماذا تم تحريم أكل الخنزير في الإسلام بعض الأحباء المسلمين احنا يعني اتولدنا في ثقافة جمعة أديان كثيرة وكان الأغلب هو المسلمين يعني من بعض الأصدقاء كنا نراهم يفعلون كل شيء من الخطايا التي حرمت في الإسلام ليس لديه أي مشكلة فيمكن أن يشرب خمر ويمكن أن يفعل خطايا أخرى دون ذكر اسمها ولكن عند الخنزير يأتي عنده مشكلة مع أنه الذي حرم هذه حرم تلك وهذا هو الهاجس الذي يعني أقصده في الأمر يعني أنت عملت كل المبوقات الخطايا الأسام المنهى عنها عندك في الإسلام لكن عند الخنزير عنده مشكلة وحاولنا أن نفهم هذا الأمر لم نفهمه هل أنه مثلا يأكله طيب من أن تشرب الخمر حتى أنا أعتقد لأنه لا يفهم السبب يعني يفهم سبب الخمر مثلا أنها تذهب العقل فعارف هو السبب لكن الخنزير هو مش عارف في التالي خايف أنه يأكل هذا الخنزير يسبب له أمر ما هو لا يعرفه زي الحجاب يعني تلاقي الأخت المسلمة لابسة حجاب بس باقي الجسد ممكن لابسة أشياء غريبة جدا يعني لا تستر الجسد طب ما داع الحجاب إذن هذه هي القضية نفسها فعل كل شيء لكن الخنزير لا خليني أستضيف معي في هذه الحلقة يشرفني فيها الدكتور غالي عبر الهاتف خليني أرحب به ويكمل معي ما تبقى من الحلقة أهلا بك دكتور غالي أهلا ونسأل أستاذ وحيد ربنا يبارك خدمتك رب ألف لباس للمدام أشكرك عزيزي رب يبارك حياتك خليني دكتور غالي أبدأ مع حضرتك إلى وجود أسباب جديدة لحل سؤال كما هو واضح هنا تحريم أكل الخنزير في الإسلام وأنا سأقرأ على حضرتك فتوى وأرجو أن تشاركني فيها من الناحية الطبية هذا مجالك إذا أمكن معي دكتور غالي طيب ممتاز في إسلام ويب مركز الفتوى وجدت أن المسلمين يسألون العل في تحريم أكل الخنزير يعني يبحثون عن سبب شرعي السؤال لماذا المسلمون لا يأكلون الخنزير الإجابة ما أزباب التحريم الإجابة الحمد لله بعد ما يصلي فأما لماذا لا يأكل المسلمون الخنزير فلأن الله سبحانه حرمه وقضى بأنه رجس لا يحل المسلم أكله وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحيا إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا مهلا لغير الله إلى آخره يقول يقول ولم يرد في الشريعة تعليل خاص لم يرد في الشريعة تعليل خاص لتحريم لحم الخنزير سوى قوله فإنه رجس والريجس يطلق على ما يستقبح في الشرع وفي نظر الفطرة السليمة وهذا التعليل وحده كاف كاف هذا التعليل ثم يقول وهناك تعليل عام يشمل لحم الخنزير وغيره من المطعمات المحرمة وهو قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث سورة الأعراف فكل ما حرمه الله عز وجل فهو خبيث والخبائث في هذا المقام يراد بها ما فيه فساد لحياة الإنسان في صحته أو في ماله أو في أخلاقه ولم يكن المسلمون في سالف عصرهم على معرفة بتفاصيل خبث الخنزير وعل التحريم ما كانوا عارفين حتى جاءت الاكتشافات الحديثة التي اكتشفت في الخنزير التي اكتشفت في الخنزير عوامل الأمراض وخفايا الجراثيم الضارة فمن ذلك أن الخنزير يتولد من لحمه الذي يأكله الإنسان دودة خطيرة توجد بزرتها في لحم الخنزير وتنشب في أمعاء الإنسان بصورة غير قابلة للعلاج بالأدوية الطاردة لديدان الأمعاء بل تنشب تلك الدودة الخنزيرية حلوة عجبتني الخنزيرية ضمن عضلات الإنسان بصورة عجزة الطب إلى اليوم عن تخليص الإنسان منها بعد إصابته بها وهي خطر على حياته وتسمى هنا بيسمي الدودة واضح أنه اللي بتسبب المرض شيركنوزز أعتقد اسمه ومن هنا ظهرت حكمة تحريم لحم الخنزير السؤال يعود لك يا دكتور غالي سمعت الفتوى وسمعت اسم الدودة فما رأي الطب في هذا طيب الكلام طبعا اللي بيقوله الموقع مركز الفتوى ده مش مش صحيح طبية بعد ما في الماضي فشلت الحجة بتاعة الدودة الشرطية واللي تكلموا عنها كتير وطبعا احنا عارفين ان الدودة الشرطية زي ما هي في لحوم السنزير بتبقى موجودة في لحوم الأبطار دلوقتي طالعين بالحجة الجديدة اللي هو طفيل الترايكنيلا اللي بيسبب ترايكنوزيس اللي قالوها ان هم حتى سموها الدودة الخنزيرية دي معلومة خطط الترايكنيلا ده ممكن يحصل منه اصابة لو الانسان اكل اي لحم ناي او مش مطخي كويس لا اي حيوان اخر اي حيوان اي حيوان اخر اللي عايز يتأكد من كلامي يقدر يرجع لموقع cdc اللي هو طبعا مركز الصحة الامريكي يقدر يرجع لموقع اللي هو برضو مركز الصحة الاوروبي ويتأكد من انا بقوله معلومة سريعة جدا الرايكنيلا دي منها انواع كتيرة اول نوع او اللي هو يعني منتشر شوية اللي هو السبيراليس ده يوجد بكثرة في اي لحوم من الحيوانات سواء اكلات اللحوم او الاكلات الاعشاد الاومنيفوروس او الكارنيفوروس او حتى الهيربيفوروس في نوع منه ثاني اللي هو سود سبيراليس ده يوجد في لحوم الطيور يعني الدجاج والبط وغيره بالاضافة لبعض السديات في نوع ثالث بيصيب الضبب القطبية في نوع رابع بيصيب الحيوانات المسترسة في افريقيا نوع خامس بيصيب المسيح نوع سالس بيصيب الحيوانات اكتر في اوروبا وغرب اسيا التطنيجيني وغيرها فالانواع دي انواع كتيرة وتقريبا موجودة في معظم الحيوانات سواء اكلات اعشاب او اكلات لحوم فانهم من بس يمسكوها على لحم الخنزير دي خطأ هو بتنقل المرض ده انه انسان يأكل لحم مش مستوي كويس خاصة ان في بعض اكلات موجودة في الغرب وفي الصين خاصة ممكن يأكلوا لحم نايل ده بيبقى الاسلوب بتاعهم فلو اكل لحم غزلان او عول او خنزير او طيور او ابقار او غيره من اللي ممكن تكون مصابة بالسف بتاع الدودة دي حيصاب بها لو هنحرم بسبب الدودة دي او المسلمين هيحرم ويبقى لازم يحرم كل انواع اللحم البي تمام اذا عشان كده حضرتك اعترضت على تسميتها الدودة الخنزيرية بالضبط الحاجة التانية او الجزء الجزء التاني من الكلام اللي قالوه ان هو لا يمكن اصابته طبعا برضو دي معلومة خطأ بتتعالج زيها زي بقية الددان البندزول والميبندزول بيتعالج بيهم ولو حصلت بعض الالتهابات بيستخدم الستورويد زي البريدنزون فالادوية بتاعتها معروفة وحالات كتيرة بيتم الشفاء حتى بدون اصابة خلال ثلاث شهور ده مش معنانا انا بشك عليها لأقول الناس لازم يعني بدون اصابة لا انا اسف بدون بدون ادوية اخبار ممكن خلال ثلاث شهور من الاصابة يتم الشفاء بدون ادوية تمام حتى بدون علاج اللي عايز يتأكد من الكلام ده يقدر يرجع للمرجع اللي هو منسون تروبيكال ديزيزيز في الطبعة 23 وحيلاقي الكلام ده موجودة فيه ناس كتيرة من اللي بتصاب به بعد ثلاث شهور بتخاف واللي بيصاب به دلوقتي في الغرب بياخده زي ما قلت الندين دزول وبيتعالجه وما فيش اشكالية في الموضوع ده طيب احنا بنقدم الاسباب وعايزين نسمع الاجابات من الاحباء المشاركين حتى كمان لو في اي حد عنده رأي آخر اذا ده السبب الاولاني اللي بيطرح انه فيه دودة زي ما شفته في الفتوى طيب فيه سبب آخر يا دكتور غالي هنسمع من خلال فيديو رقم واحد فركز معاي في الفيديو لو سمحته كمان الاحباء المشاهدين السبب المطروح انه حيوان يأكل الجيف ويأكل النفايات خلينا نسمع فيديو رقم واحد ونرجع مرة اخرى الكثير التحدث ونحن نعيش ايام انفرونزا الخنازير نعم ونعاني من ويلاتها نعم انا اسمع كثيرا عندما يتحدث العلماء وانت على رأسهم عن موضوع الخنزير تكون الاجابات من بعض الذين يشتغلون بالعلوم الطبيعي يقولون ما يتحدث به المسلمون عن ضرر الخنزير يعني يمكن ان يردوا عليه بساليب تعاددة منها ان اكثر من الف سنة الف خمسمائة سنة الناس تأكل الخنزير لم يحدث ان سمعنا ان هناك امراض نتجت عن ذلك ولو كانت هذه الامراض حقيقية لتوقفها يعني هم يشعرون بصحتهم اولا الخنزير حيوان مجس حيوان قذر حيوان رمام يأكل الجيف ويأكل النفايات يبقى دا سبب من الاسباب بيقول اولا طبعا سنسمع الدكتور زغلول مرة اخرى كنت اتمنى اسمع العجاز العلمي من الدكتور زغلول يعني لماذا حر مع الخنزير المهم هو يقول الان انه حيوان رمام بس ان عندي تعليق قبل ما ارجع لك يا دكتور غالي على المزيع اللي هو بيقول 1400 سنة الناس تأكل الخنزير يا رجل الناس تأكل الخنزير منذ القديم وليس فقط يعني لما جال اسلام حرمه فالناس اتدت تأكله ما معنى انه محرم الناس تأكله من 1400 سنة عبارة غير مفهومة على كلين تفضل عزيزي دكتور غالي ما رأيك في انه حيوان قذر يأكل الجيف ويأكل النفايات هل هذه مشكلة تسبب امراض للانسان الذي يأكل لحم الخنزير طيب اول حاجة ادعاء انه اكل جيف ده غير صحيح الخنزير المنزلي او حتى البري واعتقد دكتور زغلول ما بيفرقش ما بين الاثنين لانه حيقول حاجات توضح انه هو بيفلط ما بين الاثنين لكن الخنزير المنزلي زي وزي حيوانات منزلية كتيرة ما بيأكلش غير الخضروات الا في حالة الجوع الشري الخنزير طعامه الاساسي وحتى العلف الاساسي اللي بيتقدم له الخضروات والفلاك وبيفضل لو يعني طرح قدامه اكتر من حاجة حيختار الخضروات الطازجة لو ما لقهاش حياكل الاعشاب لو ما لقهاش حياكل الحاجات الاديمة زي خضروات اديمة او ورق في القمامة او غيره ولو في حالة جوع شديد ممكن يأكل جياس زي وزي وكعنات اخرى فالخنزير في الحالة دي مش رمان زي ما بيوسف الدكتور زغلول النجار ويمكن هو في ذهنه بعض انواع الخنزير اللي منتشر في بعض المناطق في الشرق لا مش كل الخنزير شكلها واحد ولا طبعها واحد تلأك طالصفة الاولانية ان هو رمام ده غير صحيحة الصفة التانية انه بسبب رمام حيمرض الانسان بيبقى كده الفراخ والبط اللي بتاكل احيانا بعض الحاجات اسوأ من الخنزير بيبقى كده هتبقى سبب للمرض فالربط اللي بيقوته في المعلومة الاولانية اللي قالها ده غير صحيحة اللي حب يتأكد من الكلام ده هيقدر يرجع لمواقع كتير متخصصة زي ناتشرال بيك فارمنج وغيرها ويتأكد من نوع العلف ومن نوع الطعام الذي يفضلوا الخنزير طيب حضرتك في البداية في الرقت بين الخنزير الاهلي المربى في البيوت والوحشي في البرية لانه حسب معلومتي انه الوحشي يمكن ان يأكل فريسة لحم يعني ايوة الخنزير البري لانه اكثر الشراسة الخنزير البري ممكن بالاضافة الى الاعشاب والى الخضروات طبعا بانواحها والديدان والحشرات ممكن كمان يأكل الحيوانات الساديية الصغيرة اللي هي بنسميها small vertebraids لكن الخنزير المنزلي اقل بكتير جدا من الخنزير البري في هذا العقل زي ما قلت دكتور زقلون واضح بيخلق مدلة اثنين طيب يعني يعني عايزة ارجعلك في سؤال محدد يعني واضح يعني طريقة طريقة اكل الخنزير لا تؤثر على صحة الانسان الذي يأكل الخنزير لا ما تأثرش عليه بنسبة اكتر من حيوانات تاني يعني لو خليت الابقار تصاب بديدان واكلت لحم الابقار مش مطفي حصاب بنفس الطريقة لو خليت الخنزير تأكل اشياء ضارة واكلت لحم الخنزير مش مطفي حصاب بنفس الطريقة لكن اسلوب اكله هو ما يأثرش معايا يعني لو هناكل على التكلم على الطعام طبعنا زي ما بقول البجاج والبط بيأكلوا احيانا حاجات اسوأ كتير من الخنزير جدا يبقى لو الحيوان بيأكل حاجة وحشة ماكلهوش يبقى كده محتاج أمنع كل بقيت اللحوم حط الطيور صحيح طيب خلينا اخد بعض المداخلات معايا الاخ رامان من المانيا اهلا مرحب بك عزيزي هلو هلو الاخ رامان هلو ايوه اهلا بك اخ رامان مساء الخير السيد اهلا بك عزيزي ازايك اخبارك ربي باركك انا مداخلتي قصيرة جدا بس اتذكر في حديث لمحمد بيقول بس انا هقول لك التفسير وليس الاصطلاح او الحديث بشكل عام انه بيقول اذا كنت في برية او كنت في صحراء او كنت في مكان وكنت رقعان او ما كنت تلاقيش اي حاجة تأكله اذا صلطت خنزير ولقيته فوقت بيكون حلال يعني بتقدر تأكله وتأكله وبيكون حلال بغض نظر عن دود الخنديرية او انفلوانزا الخندير او انفلوانزا الدجاج اذا بنا نرجع للبقرة كمان كانت عنده دودة ايضا بالعكس يلي عم يصير مع البقر هو دود لسه خطير على البشر ويتغزى في حال اذا دخل الى جسم الانسان يتغزى على جسم الانسان ويتكاثر وبينمو الى المداخلة واضحة اخ رمان حتى نعطي فرصة ايضا للاخرين بشكرك للمداخلة ربي بارك حياتك طبعا هو القرآن مش محمد ما هو اهل اذا واحد يعني هو من الطرة فهذا الاضطرار مباح في القرآن فلا اشكالية نحن نتكلم عن لماذا استثناء الخنزير في الامر العام في الحياة العامة اخ منصور اخ منصور معنا مساء النور مرحب بك تفضل عزيزي حبيبي اخ وحيد انا بدي منك خدمة سؤالي انه مش بالموضوع هذا في نئة ممكن اكترك رقم تليفوني مثلا على الكنترول روم تحكيني مثلا بهاليومين ضروري قبل الاحد حاضر بنعمة الرب سيب رقم تليفونك يا اخ منصور بس ضروري الله يخلي الاسسة وحيد حاضر بنعمة الرب لانه بالنسبة لي انت الاب الروحي تابعي الرب يباركك عزيزي شكرا لك وحاطصك بك ماشي سلام تفضل معنا كمان الاخرامي اهلا مرحب بك سلام ونعمة وحيد اهلا بك عزيزي رامي انا مدخلتك بسيرة انا ما بدي تتصفي لان انا متعمد وسألي خمس سنوات مع الرب يسو مبروك مبروك انا مدخلت بدي اسأل الدكتور على رأيت بجريد مجلة بلندن تقريبا من عشر سنوات بس المجلة بعد عندي كان بانه منها ذكروا الخنزير بانه الانسان يأخذ اخلاق الخنزير ومنها عدم الغيرة على زوجته فهي كان مكتوب بمجلة وانا واسم انه مجلة اذا تحتشت اخلاق لقيا طيب انا اشكرك لقيت مش محتاج لمجلة ده موجود في علماء الاسلام وانا جايبه النهار ده وحتكلم عنه بنعمة الرف في وقته اليوم اذا شار ربو عشنا ربي باركك اخوحي شكرا ويباركك عزيزي اهلا بك طيب بعود لدكتور غالي مرة تاني خلينا نشوف سبب اخر دكتور غالي ونشوف يعني بصراحة لفت نظري كلام دكتور زغلول النجار في جزئية ما بعرف انا ليست طبيبا ولا ده مجال تخصصي انا رجل لاهوتي واشكر الله على كده لكن يعني كما افهم قال بالنص ما ساقوله لك ستسمعه وانتظر ردك انه ثبت علميا حلوة ثبت علميا دي دايما هو بيستخدم يعني ان دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه يعني دهن الخنزير وهو متلبس متداخل بلحمه لا يستطيع جسم الانسان ان يستفيد منه ابدا ما هي جزي الحتة لانا بسأل عنها خلص دي هسمعه منك برضو اكتبه عندك لو سمعه فلا تستطيع المعدة ان تهضمه ولا يستطيع الكبد ان يخزنه لكن ما اريد انا ان اسأل عنه يقول فيجتمع هذا الدهن في جسم الانسان كدهن خنزير يعني اللي بيأكلوا خنزير دول ان شاء الله في جسمهم في دهن دهن الخنزير اصلا اصلا هو الدهن بتاع الخنزير نفسه ويؤدي للعديد من الامراض خاصة امراض الدورة الدموية خلينا نسمع مع بعض فيديو رقم اتنين وركزوا معنا ثانيا ثبت علميا ان دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه لا يستطيع جسم الانسان ان يستفيد به ابدا يعني لا تستطيع المعدة ان تغضمه ولا يستطيع الكبد ان يخزنه فيتجمع جسم الانسان كدهن الخنزير ويؤدي الى العديد من الامراض خاصة الامراض الدورة الدموية يعني جلطات الدم جلطات القلب ضعف العضلة القلب او سبب الانجينة طيف سمعت سمعت يا دكتور غالي يعني هل وانا لما باكل الشحم مثلا عندي في اجزاء جسمي شحم خنزير وشحم انا ما بحب الخنزير يعني وشحم فراخ وشحم بأر مش عارف هل انا فهم خطأ تفضل عزيز طبعا المعلومة قالها دكتور زغلول طبعا خطأ انا حسفني كما لو كان الغرب اللي بيأكله لحوم الخنزير كتير بيكن وصوصج وغيره حيتحوله في الاخر العبارة عن شوال دهن خنزير مش عارف ازاي لكن انواي اولا النقطة اللي قالها انه الانسان لا بيستفادش منه ابدا والمعدة ما قدرش تخضمه ولا الكبد يقدر يخزنه وينزل زي ما هو الكلام بغير صحيح بالمرض دهن الخنزير اللي هو معروف في الغرب باسم لارد زيه زي اي دهون لو اتاخد منه مقدار معقول قليل عشان يبقى صحي تتخدم بالطريقة الطبيعية جدا في الجهاز الهرب بل دهن الخنزير اللي هو لصفات افضل من ناحية تركيب بتاعه لانه هو فيه الدهون الغير مشبع 48% المونو و12% العديد المهم اللقص اقوله من نقطة دهن الخنزير في الغرب لإستخدامات كتيرة وفوايد كتيرة لو حنقرنها بالزب المعتاد يعني الإنسان لو أكل كتير زبدة أو دهن الخنزير الحال ممكن يضر لو قد منهم نسبة كتيرة لكن النسبة المعقولة مفيدة بل الخنزير بيبقى لي في بعض الحالات مميزات أكتر على سبيل المثال اللارد ده نسبة الايودين بأعلى فده بيفيد الغد الضرقية نسبة اوميجا سري في دهن الخنزير اللي هو الأرض أعلى وده أكثر إفادة أنا بقارن بالزبدة المعتادة البطر اللي احنا عارفينها بالإضافة أنه هو أقل تشبع وأقل أكسدة يعني بيفيد حسل أفضل وما يتحولش لو تقالى بي كتير لعوامل مؤكسدة ومسرطنة أيضا بيستخدم أو بينصح به بينصح به الأطباء في الغرب بالنسبة الناس اللي بيعانوا من البواسير أو اللي بيعانوا من دول الرجلين لأنه بيكون ليه فوايض أفضل في الحالة زي دي بينصح به بس مقدار قليل مش كتير مرة تانية بحدد أي دهون بننصح بيها بكمية قليلة ولكن ما بنقولش صفح برضو بيكون أفضل أو أكثر إفادة بنسبة قليلة المرضى السكر الألزهايمر التهاب المصاصر فأنا مش عارف دكتور زغلول بيتكلم يعني على إيه أي مواد دهنية بنهضمها يعني بنكلها حتى لو فيها نسبة دهون من دهون الخنزير زي اللارد بتتخدم في الجهاز الهضني بتتحول إلى أحماض دهنية بيستخدمها الإنسان في احتياجه للأحماض الدهنية الأساسية اللي بيستخدمها في تكوين خلايا الجسد وتركيبه تركيب دهون الخنزير هي زيها زي بقية الدهون إن سواء مصاطر حيوانية أو نباتية ولكن زي ما قلت لها في بعض الأحيان مميزات أكثر أيضا ليه استخدامات طبية خارجية معروفة ضد الشعبي في مناطق كثيرة زي علاج جروح زمان والحروب مناطق الالتهاد علاج التشاؤقات وجفاف الكل دهن الخنزير كمان بيستخدم يعني بيفضل لو إنسان حياكل حاجة معينة فيها حيحتاج فيها نسبة دهون لأنه أقل لنسبة كوليسترول من الزبدة ودي معلومة ثابتة اللي مش نصدقني يقدر يرجع لي فود ساينتست الساكند ايديشن وحيقدر يرجع معلومة اللي أنا بقولها دية طبعة 1991 ده الكتاب ده اللي معايا لو حنقارن 100 جرام من اللارد اللي هو دهن الخنزير ب100 جرام زبدة اللي احنا عارفينها الميت جرام ده منطع دهن الخنزير في 95 ميلي جرام كوليسترول بينما الزبدة فيها 215 ميلي جرام كوليسترول اللي هو المضر يعني احنا بنتكلم الزبدة فيها اكتر من ضع نسبة الكوليسترول مقارنة بدهن الخنزير في الميت جرام في دهن الخنزير 39 جرام دهون مشبعة 39 ميلي جرام ولا جرام 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 بينما الزبدة 51 جرام الدهون المشبعة عشان كده على سبيل المثال اللي برضو يحب يقدر يراجع بعض المراجع زي كليران الستيوت في أمريكا طبعا 2011 يوضح انه في بعض الاحيان اللي بيبقى عندهم الكوليسترول بنسميه normal high يعني خلاص في نهاية الحد الطبيعي وداخل الى الاشكالية يفضل انه في بعض الحاجات اللي محتاج فيها دهون هو يقلل الدهون بنسبة عامة ولكن يستبدل بعض الدهون يستبدل الزبدة باللارب فالكفار منه زي زي زبدة مضر ولكن هو اكتر فايدة في بعض الحالات من الزبدة فالمعلومة اللي قالها دكتور زغلول خطأ تماما في الموضوع تمام وانا اعتقد انه في اطباء مسلمين برضو بين الحين والاخر بنسمعهم وهم بيعترضوا معاه في امور كثيرة على كل انخلينا ناخد بعض جورج طيب الاخ جورج ظاهر اغلق وخط سقط معانا الاخ ابو اسلام الو السلام عليكم كيفكن ساذ وحيد اهلا بك عزيز ابو اسلام سؤال كان على الحمد الخزير انا كمسلم وافتخر في اسلامي بدا كل انا ليش انه محرم بالنسبة لنا انا كمسلم يعني انا راح اجاوبك كمسلم انا 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 انه انه الاخم الخزير شو سبب تحريمه انا كمسلم علي اقول السمع طاع للي حرمه بما انه اتفقنا انه الله حرمه اذا حرام شو سببه انا شو يعني انه الله خلق السماء بالاول ولا الارض بالاول انا انا انه اتحرم مما انه اتحرم واجب علي كمسلم مؤفتخر باسلام اني اعلم اولادي انه الخنزير حرام لو ابنك سألك لو ابنك سألك وانت بتعلم وقالك ليش الخنزير حرام يا حبيبي قاعدتك واضحة انت قاعدتك شرحته واضحة لنا خلاص انت الاسلام قالك حرام حرام انا بسألك لو ابنك لو ابنك لو ابنك لو ابنك اسمعني 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 ده الحلقة القادمة ولما يقول نجس ليه وامتى وازاي كله واجاباته في الكتاب المقدس واضحة شافية انت عندك سواني لا لا انا هجيب من اليهود مش هجيب من حتة تاني ما تطلع برا الموضوع سؤالي لو ابنك سألك اليهود عندهم الاجابة في الكتاب بتاعهم انا بسألك انت لو ابنك سألك قالك ليش في الاسلام صعب صح صعب يا اخ ابو اسلام سؤالي صعب لا لا واضح ان سؤالي صعب واضح انك انت خايف انا اسألك صح خلاص استنى انا اسألك يا رجل انا جاوبت على اسئلتك انا جاوبت على اسئلتك قلتلي اليهود وقلتلك في كتاب اليهود الاجابة واضحة شافية هتسمع الاسبوع القادم اليوم انا يا عزيزي اسمعني ما تقول محرم وتاخد وتجري زي كل الشيوخ ما بيعملوا كده صفر الاجابة صفر الاجابة صفر لا مش بالطريقة اللي انت بتقول عليها وضع خاص هتسمع الاسبوع القادم سؤال الحضرة تجاوب عليه لو ابنك سألك ليش محرم عندك اجابة خلاص شكرا لك خلاص خلاص ممتاز شكرا لك شكرا لك استاذ ابو اسلام الاجابة واضحة ما في اجابة يا اخوة الاستاذ ابو اسلام ملتزم اسلاميا ويفتخر بالاسلام الذي لا يعطيه سبب عليه السمع والطاعة فقط ابنه بيسأله ليه يا بابا ما باكل خنزير يقول له ما بعرف ما بعرف بس اليهودي بيعرف والمسيحي بيعرف الروعة والجمال في انه ابيح له كل شيء لماذا هذا ما ستسمح الاسبوع القادم بنعمة الرف كله بآيات من كتابنا المقدس وكما قلت لكم اقول لا ادعي انا اني اعرف كل شيء ولكني اؤمن ان كل ما قاله الكتاب المقدس الاجابة فيه ما بيقول لك كلام عشوائي ما بيمنعك من شيء عشوائي لا بيمنعك من شيء بيقول لك فيه كذا وكذا وكذا وانتو سمعتوا موضوع الدم الاسبوع السابق الاسلام لا اجابة لكن في المسيحية في الكتاب المقدس اروع اجابة سمعتوا اليوم انا بشكر الاستاذ ابو اسلام وهو واحد من الاحباء المسلمين لا يوجد عنده اجابة ابنه بيسأله ما بيعرف خلينا انتقل لسبب اخر يقال انه بسببه حسب فكر الدكتور زغلول النجار الذي يقول اي كلام في اي مناسبة وعلى المسلم ان يأخذ هذا الكلام لم تحترم المسلمين بعد يا دكتور زغلول ولا مرة سمعتك وجدتك تحترم المسلم الذي يسمعك تعتبر ان كلهم لا يفهمون اي شيء وعليهم ان يقبلوا ما تقول خلينا نشوف فيديو رقم 3 وحتى تسمعوا معلومة غاية في الغرابة فالرجل يقول بكل سهاء يعني بساطة ان نمط غزاء الخنزير يتوافق مع نمط غزاء الانسان بمعنى ان الخنزير هو الكائن الوحيد وركزولي على الوحيد لو سمحت الذي يأكل مثل الانسان فهو يأكل الاعشاب ويأكل اللحوم فالانسان يأكل الاعشاب ويأكل اللحوم فالخنزير بكلام الدكتور زغلول هو الكائن الوحيد الذي يأكله الانسان ونمط غزائه يشارك الانسان فالخنزير يأكل الاعشاب واللحوم والانسان يأكل الاعشاب واللحوم فبالتالي دورة الأمرات تكتمل بين الإنسان وبين الخنزير خلينا نشوف في ذو رقم ثلاثة ونرجع مرة أخرى النقطة الثالثة وهي الأهم أن نمط غذاء الخنزير يتوافق مع نمط غذاء الإنسان فعلماء الحياة يقسمون الأحياء إلى ثلاثة مجموعات أكلات لحوم وأكلات أعشاب وأكلات لحوم وأعشاب ويضعون الإنسان مع آكلات اللحوم والأعشاب لأن الإنسان يأكل اللحوم كما يأكل خضروات صحيح فالحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط الغذاء نفس نظام الغذاء والخنزير فدورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والخنزير كما لا تكتمل بينه وبين أي حيوان أخر نتيجة لطبيعة الخنزير الرمامة فجسمه عبارة عن مخزن لمسببات الأمراض ماذا تقصد بالرمامة؟ يعني يأكل النفايات يأكل جيف يعني رمضه اختيار للأكل يعني الرمامة يعني الجلالة وحتعرفوا بعد شوي يعني الجلالة على كلين دا كلام الدكتور زغلول النجار فأنا عاوز أسمع رأيك الطبي يا أخ غالي لو سمحت ما رأيك فيما سمعت واضح أن الدكتور زغلول مستمر في نفس السياق معلومة خطأ تلو الأخرى أول حاجة قال أنه الخنزير هو الحيوان الوحيد اللي يأكله الإنسان يأكل لحوم وأعشاب أمني فور زي وزي الإنسان يعني أكل لحوم وأعشاب هو يوصلنا في أمني فور المعلومة دي أيضا خطأ فالخنزير إذا كان من نسبة من أكله فوق 90% طعام عشبي وخضروات والباقي أحيانا بيدان وحشرات ويرقات لا يختلف عن الدجاج المنزلي والبط بأنواعه اللي بيأكل بالإضافة إلى الحبوب والمنتجات النباتية أيضا بيأكل بيدان وحشرات ويرقات بأنواحها المقتلة والخنزير زي ما بيصنف بأمني فور يعني أكلات أعشاب ولحوم أيضا البجاج والبط يصنفوا بأمني فور افتحوا أي موقع طبي متخصص في الكلاسيفيكيشن وحتلاقوا تحت الدجاج مثلا على سبيل المثال بيرد ويب بينصنف البجاج أمني فور البط أمني فور زيهم زي الخنزير لو حننشي مع المبدأ اللي قاله دكتور زغلول معناها إذا كده حرام كمان البجاج والبط والحيوانات دي كلها فهو أكد أن الخنزير هو الوحيد ودي برضو كانت معلومة خطأ أو أقدر أقول يعني غير أمين في المعلومة الحاجة الثانية في الجزء الآن فضل أستاذ وحيد يعني أنا عايز أقول كلنا كلنا ربينا الدواجن في بيوتنا أي واحد من المستمعين دلوقت اللي بيسمعوني في الشرق خاصة ربينا الدواجن في بيوتنا الدجاج والبط بترميلوا أي شيء بيأكل بترميلوا لحم بيأكل بترميلوا شوية خضروات بيأكل فكيف الدكتور زغلول النجار يعني يحتقر من يستمع له مفروض تحترم الناس اللي بتستمعك يعني تقدم له من المعلومة الصحيحة تفضل دكتور غالي هو الأسف عايز يوحي بحاجات وكما لو كان اللي حيسمع له ومش بيفكر ولا حيبحث وراء اللي هو بيقول الجزء الثاني لخطأ اللي قاله برضو في الفيديو الأخراني ده لما بيقول دورة الأمراض هو الكائن الوحيد اللي جاكله الإنسان دورة الأمراض تكتمل ما بين الإنسان والخنزير طبعا ده خطأ هو واضح أنه دكتور زغلول ما يعرفش أو ما يفهمش أو تجاهل معنى العقل الوصيح فالخنزير أقل من حيوانات كثيرة جدا ممكن تنق الأمراض للإنسان ويدخل فيها كدور عائل وصيط لكن قاله أن الخنزير هو الوحيد ده معلومة غير صحيح لحوم الأبقار ممكن تنق الأمراض البط ممكن ينق الأمراض الدجاج ممكن ينق الأمراض الأرانب ممكن تكون أكتر من الخنزير في نقل الأمراض للإنسان اللي بيأكلوا أرانب الأسماك أحيانا نسبتها أعلى فالإصابة لا ممكن تسببها للإنسان فالحقيقة المعلومة اللي قالها غير أمينة بالمرة في إدعاء أنه هو الخنزير الوحيد اللي تتمل دورة الحياة مع الإنسان تمام تمام يعني برضو الناس اللي بيسمعونا يعني هو الخضروات اللي بتتزرع دي مش أحيانا بيحطولها أسمدة عضوية من نفايات الإنسان هل بنأكل وجيف وغير ونفايات يعني أنا آسفة أقول يعني روث بدون مؤاخذة يعني سامحوني بيضحط بيضحط للأسمدة للخضروات اللي كل البشرية بتاكلها هل الإنسان بيأكل روث يعني البقر حينما يرعى يرعى عشب أخضر ويقدم لبن أبيض ويقدم لحم أحمر يعني لازم نفهم يعني أنه مش بهذا الأسلوب يعني ينتقل ما يأكل الحيوان لازم بصورة مطلقة كذا للإنسان طيب خلينا أخذ بعض المداخلات وأرجع لك دكتور غالي الأخ جورج يرجع مرة أخرى من كندا أهلا مرحب بك عزيز جورج سلام الرب يسوع معك أخي وحيد أهلا بك أتمنى كل الشفاء بإسم الرب يسوع بنهر كل مرض للأخذ فدوى بتروع البيت إن شاء الله ما فيها شيء بالإسم الرب يسوع أخي وحيد بالنسبة لأكل الخنزير ما أعتقد راح تشوف أي جوا في أي منطقة يعني كسبق أساسي لأنه بقول لك شيء يعني أنا كنت متردد حتى بدي أقول لك السريان عندنا أجوبة كتيرة ولسا ما نبحثت كلها بعضها ظهر وبعضها لم يظهر لأنه كانوا مخالطين المنطقة في ذلك العصر جدي ولد عام 1895 أنا بعرف المعلومة من شيء 45 سنة من أنا عمري تقريبا 13 سنة أنا صغير بيحكيني جدي حكاني حتى عن راهب وحيرا والكتاب حتى أخي وحيد فيه سؤال أنه ليش الحجرات اللي ترجم للشيطان في المنطقة الفلانية طارق شو جدي قال لي أنا بدي أقول لك عن الخنزير جدي قال لي عن الكتاب أنه كان مكتوب وأنه كان حدا في البئر قال حتى إذا انشالك الحجار اليوم كان الحجار كبير كتير أخي وحيد قال من يحبني ويحب الرسول يلقي حجارة في هذا البئر بعد ما أخذ الكتاب المكتوب اللي كان هو من الراهب بحيرة وأصبح اليوم طبعا جبل الشيء الثاني تبع الخنزير اللي قال لي عليها قال الخنزير بكتر ما أكدوا على محمد بدن معجزة من محمد فكان بالاتفاق مع أحد الذين اتبعوه أنه يغطي في منطقة أنه فيها ما أنه ما رح يكون نهر كلنا سمعنا هذه القصص يا أخ جورج بس أنا شخصيا بحثت يعني بحثت عنها بصراحة نعم أنا بحثت عنها ما أنا سمعتها برضو زيك كده من سنوات طويلة جدا سمعتها و تمت يعني فيه الشغلات اللي قال لي هي جدي أخي وحيد لليوم ما زالت وصدت شغلات أنه فيه عالم حتى عن الراهب بحيرة والقرآن نفسه والكتابات والأرقام كل أقل هي جدي وأنا صغير وما زالت اليوم عم تظهر بشكل يعني فيه شغلات حتى مو مبحث بها بس أنا أقول لك أنه كان متردد حتى في القول بس أنه تعمل إلى منطق يعني أجالي أنه الخنزير جاء ونبش فيها لذلك المعجزة لم تتم فقال أنه الخنزير لا يوكل أشكرك يا أخ جورج أنا بشكرك وربي بكم شكرا أشكرك عزيزي طيب هنا بأخذ الأخ أحمد من السعودية قبل أن أبدأ جزئية جديدة الأخ أحمد أهلا مرحب بك أهلا مرحب بك أهلا مرحب بك أهلا بك تفضل أنا بس أعجب سؤالي للدكتور اللي معك تفضل هو الخنزير في مصر كتبت تربى فيهم بتتربى فيهم وبتاكل إزاي وتتغذى فيهم ده في عزة أسماء عزة بتزبالين في المهندسين اتشارت بسبب أن الخنزير كتبت تربى فيها هل لي علاقة بالصحة؟ لا لا ليه علاقة بالصحة يعني طيب أنا بقى عندي ليك النهاردة أنا عندي ليك النهاردة يا أستاذ أنا تفضل طيب تفضل طيب أنا أنا هجب لك وزير الصحة المصري في فيديو وهو بيقول لك أنت شخصيا يا دكتور أحمد إن كلامك خطأ صفر ليس لها أي علاقة بالصحة وأنا محضر الفيديو للناس اللي هيجوا يغلطوا في هذه المسألة القضية أنكم اتهمتم فقط هذا الجزء للإضطهاد على الأقباط ليس أكثر من ذلك وأنا عشان عارف إنه زيك ممكن يطلع مجهز لك الفيديو بتاع وزير الصحة يعترف تماما أنه لا علاقة له بالصحة على الإطلاق فبلاش تدخل المواضع في بعضيها عندك سبب شرعي تقول ما عندكش تستنى بس خلاص تسكن مش تقول لي دكتور وطبيب طبيب أنا هجيب لك بقى كبير الأطباء في مصر وزير الصحة ما الذي قاله ستسمع بعد قليل أطع الأخ أحمد لأنهم لا يحتملون سماع الحقيقة لأنه يعرف ما الذي قاله وزير الصحة ضرب كل هؤلاء في مقتل لأن الموضوع كان اضطهاد للأقباط ليس أكثر من الذي يربي الخنازير في مصر الأقباط يلا وإسلاماء انتصروا للإسلام كله مجرد اضطهاد ليس أكثر من ذلك أرجع لي الجلال الرمامة الذي قال عنها الدكتور زغلول النجار إرأيكم ده التعبير الجلالة دي يعني التي تجول تأكل أي شيء فهو بيقول الخنزير من يعني الحيوانات الرمامة التي تأكل أي شيء شوفوا معاي الصور دي شايفين الخنازير دي شايفين الخنازير الرمامة دي طبعا ضابان دي خراف رمامة في الزبالة أعدى بتأكل سمعني يا دكتور أحمد من السعودية واضح أن حضرتك شايف هل تستطيع أن تمنع أكل الضان عشان رمام ما هو ما هو في مصر وفي السعودية وفي السودان وفي العراق وفي كل هذا المنطقة في الشرق بيسيبوا الغنم والأبقار في الشارع ترمرم كل شيء ولا أنت ما تعرفش في منطقة الزبالة تحديدا كل الأغنام بتروح هناك تنظف الزبالة جاي تتكلم عن الخنازير النهاردة شوفوا معاي الصور دي آدي ضان رمامة ما شاء الله آدي الأغنام الرمامة في الشوارع دي بلادنا يا إخوة ما رأيك في هذه الخنازير دي خنازير ولا أبقار هذه أبقار رمامة يا دكتور أحمد مش بس الخنزير إيه رأيك في البط ده أعتقد الحتة دي لو جبت فيها خنزير حيعافى بصراحة يعني خنزير أعتقد يقول أنا مش ممكن أعود مع البط في المكان ده بتاخد البط ده حضرتك وتتباحه وتاكله في مصر نفس البط ده هو هو ليه ما بتقولش عليه رمام ولا بس الخنزير ما عندكوش سبب أريد سبب شرعي سيبكم من الديدان بقى وسيبكم من الشحم وسيبكم من الكلام ده كله أريد سبب شرعي لماذا تم تحريم الخنزير بس سبب إسلامي يعني كل الصحابة ورسول الإسلام والتابعين كله ما يعرفش السبب جينة دلوقتي بتحاول تتلقوا سبب وتخضعوا به المسلمين خدع أغلب الحيوانات التي أكلها الإنسان حيوانات رمامة جلالة تأكل أي شيء أذهب إلى حديث رواه عبد الله بن عمر حدث به بن حجر العسقلاني في تخريج مشكات المصابيح خلاصة حكم المحدث حسن كما قال في المقدمة نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها ويروى أنه نهى عن ركوب الجلالة طبعا هنا رسول الإسلام ضرب أيضا قرآنه في مقتل عارفين ليه ضرب القرآن في مقتل لأنه منعت جلالة ليس لذاتها ولكن لأسلوب طعامها طب منعت الخنزير ليه يعني دلوقتي الجلالة إيه يعني الفرخة اللي بتاكل في أي حاجة في أي مكان دي ما تكلوهاش بس المحبوسة كلوها اللي أنت بتدي العلف بس الجلالة لا طيب إنت إذن لم تمنع هذا الحيوان لذاته زي الخنزير فالخنزير منعته لذاته وهذه نقطة يعني ضرب بها الزغلول نجر كما ضرب بها من قبل رسول الإسلام كل الكلام عن الخنزير هتشوفوا بعد شوية بس خليني أروح بسرعة إلى سورة الأنعام 145 لأقرأ لكم بعض العجب الذي وجدت في هذا الاتجاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير طيب الأنعام القرطبي وقال مالك لا بأس بأكل الضب عندك في السعودية بيأكل الضب يا أستاذ أحمد أتحداك واحد سعودي صاحبك يعزمك على الضب تقول له موافق لا تستطيع بس هناك أكل عادي ومعروف ثقافة البلاد كذا ثقافة الشعوب شعوب بتأكل أكل محيا شعوب أخرى لا تأكل هذا الأكل بتقدر تأكل الضب يقدر واحد من الأحباء في السعودية يعزم مصري ولا لبناني ولا أي شخص يقول له أنا أعزمك النهاردة على ضب ضب شي عجيب جدا النفس تعافو رسول الإسلام كان يعافو بينما يعني آخرون من الصحابة أكلوه عادي جدا طيب لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت يعني إذا دبحت التعبان كله أو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي طبعا في اختلاف هذه بين فقيه وآخر وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظايا والقنفز والضفضع وقال ابن القاسم ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك حتى الدود وقال مالك لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحو دود الجبن ذكرني بالمش المش أبو دود يعني هو مالك بيقول لك ما في مشكلة وقالت عائشة في الفأرة ما هي بحرم وقرأت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما للفأرة ما في مشكلة وجدت خلاف هذه الكلمة مني أنا خلاف في إيبقى أكل استباع الطير كلها يعني الصقور والنسور في خلاف الرخم والنسور والعقبان وغيرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل وقال الأوزاعي عن الطير كل حلل إلا أنهم يكرهون الرخم وجدت خلاف في أكل الفيل إذا زكيا تخيلوا مختلفين في الفيل لو الدبح يتاكل ولا لا وفي أكل الضبع والثعلب حد يأكل الضبع برضو والثعلب مع نهي رسول الإسلام فهناك خلاف في أكل القرد وجدت خلاف في أكل القرد على مذهب عطاء يجوز أكل لحمه الجلالة اسمع بقى الكلام في الجلالة ده مهم جدا الجلالة يعني الحيوانات اللي بتأكل النفايات قال أصحاب الرأي والشافعي وأحمد لا تأكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها فإذا طاب لحمها أكلت ده كلام خطير جدا لأنه ده بينصف قضية الخنزير الأسباب اللي بتجيبها للخنزير وقد روية في الحديث أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يأكل لحمها وكان ابن عمر يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يزبح يعني كأنه الثلاثة أيام ده خلاص وقال إسحاق لا بأس بأكلها بعد أن يغسل لحمها غسلا جيدا وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لحم الجلالة وكذلك مالك ابن أنس طيب هذه الجلالة وأخي أخذ جزئية الجمهور من الخلف والسلف على جواز أكل الأرنب وأنا شخصيا وجدت أن رسول الإسلام بعث إليه بأجزاء من أرنب فقبله إذن أعود مرة أخرى في موضوع الجلالة احبس الفرخة ابن عمر ثلاثة أيام وبعدين يأكل فأنتو كذا نسفت كل الأسباب اللي انتو جايبين للخنزير ليه بقى اسمعوا بقى السؤال القاتل للدكتور زغلول النجار أنا لا أدري هل الموزيع كان يعني بزكائه سأل ولا السؤال جا كذا لكن السؤال القاتل اللي نسف بيه زغلول النجار كل كلامه السابق عن طريقة أكل الخنزير إنه رمام ونسف بيه كلامه إنه بيجيب ديدان وبيجيب أمراض والشحم المتلبس باللحم وإنه طريقة نمط أكل الخنزير مطابقة لنمط أكل الإنسان كل ده نسف تماما في سؤال واحد سؤال أنا بعتبره بسميه يعني السؤال القاتل نشوف فيديو رقم أربعة ونرجع الشيء الآخر الذي يتحدثون عنه بصراحة يعني البعض يقول أن من حكمة تحريم أكل الخنزير أنه يأكل الروث ويأكل الأوساخ ويأكل هذه الأشياء ماذا لو أتينا بخنزير وأبقيناه في حجرة مغلقة ولم نطعمه إلى الطعام النقي الطاهر الطيب هل ينتفي بذلك تحريم الخنزير؟ أبدا أبدا لا ينتفي أن الحكمة الإلهية يعني إذا حرم ربنا تبارك وتعالى شيئا فهو حرم مطلقة حتى لو ربيته في وسط يعني يحول بينه بين ذلك هو في فطرته في تكوينه يعني يأكل ما يخرج هو نفسه يعني لا تستطيع تغيرها مهما حاولت أن تضبط هذا السلوك لا تستطيع أن تغيره نسف الدكتور زغلول كل كلامه بالسؤال القاتل طيب لو جبنا الخنزير ربينا في مكان معين مغلق أعطينا طعام نظيف طيب ما فيه أي مشكلة رعيناه رعاية صحية ما فيه أي يعني لا دودة ولا الكلام اللي أنت ذكرته من الجيف وغيره وغيره ينفع قال له ما ينفعش يبقى أنت نسفت كلامك يبقى لي مش أسباب يبقى السبب أنت ما تعرفوش يا دكتور زغلول ولا يعرفه رسول الإسلام ولا يعرفه الصحابة سؤال بصراحة كان قاتل الخنزير محرم لذاته السبب مجهول عند الأحباء المسلمين تعليقك يا دكتور غالي على هذا الكلام أشكرك أستاذ وحيد وكالعادة دكتور زغلول كل اللي بيحاول يعمله أنه هو يبرر حاجة إسلامية أولا إدعاء أن الخنزير يأكل ما يخرج دي على فكرة معلومة مش صحيحة صحيحة دكتور زغلول بلخبط ما بينه ما بين الدجاج الدجاج هو اللي بيعمل الموضوع ده مش الخنزير الحاجة الثانية اللي بيتكلم عليها واللي بيتكلم عليها حتى بعض ما تضيف حضرتك زي دكتور أحمد الموضوع مش في الأكل اللي بيأكله الكائن طب الماعش زي ما حضرتك وضحت في الغرب بيأكل النفايات الإنسان في الجهاز الهضمي يحلل المواد العضوية لمكوناتها الأساسية الأولية لأحماض دهنية لأحماض أمينية لسكريات وغيره وبيمتص المحتاجه فقط والباقي بيخرج فالدعاء إنه كائن يحرم لأجل اللي بيأكله الكائن ده دي معلومة خطأ اللي بيأكله الكائن ملهوش دعوة بالله أنا هاخده منه والحاجات الثانية الإسلامية اللي حضرتك قدمتها يخسل اللحمة كويس أو يسيبها في البيت ثلاثة أيام طبعا الكلام ده قراء ليس له أي أصل من الصحة تمام يعني على قد ما كانوا بيفهموا في عصرهم لكن الدكتور زغلول النجار ليس لديه عذر خليني أخذ الأخ عزمي من فلسطين أهلا مرحب بك الأخ عزمي من فلسطين أهلا مرحب بك مساء نور أهلا بك عزيزي تفضل أشكرك عزيزي كنت أتمنى أتداخل في الحلقة القالة الفائتة الماضية ولكن لم يتحليه لأن هناك لديه كلام كثير في ما تقدمت وتفضلت به خده هل ممكن نتحدث في الحلقة الماضية أم أتحدث الآن فيما أديني موضوع الخنزير النهاردة لو عندك سبب شرع يا أخ عزمي قل لي ما هو سبب الشرع لعدم أكل الخنزير بالنسبة للحم الخنزير الله عز وجل قال في الكتاب العزيز فإنه رجس والرجس وهذا هو علة التحريم هو الخبيث وهذا ما قاله المفسرين قالوا أو لحم خنزير فإنه رجس فالرجس هو الشيء الخبيث لذلك رجس يعني خبيث وهذا ما قال به المفسرين طيب ما هي إيه الفرق بين رجس وبين نجس وبين محرم ما أنا عايز أعرف ليه رجس ما هو السبب يعني رجس ليه ليه أنت بتعتبره ليه رجس ما هو ده مش الإجابة يا أخ عزمي ما وراء الرجس لماذا هو رجس معتبر هذا اللحم رجس السبب السبب ما كشفه العلم الحديث في أضرار لحم الخنزير عندك غير كده يا أخ عزمي عندك غير كده ما أنا طبعا ما أنا سأقول لك أنا كنت أتمنى أن تستضيف دكتور محايد غير دكتور هولي بايبل ما احترام الشديد طبعا لدكتور هولي بايبل يعني لابد لدكتور هولي بايبل أنت عليك يا أخ عزمي أن حضرتك أن حضرتك أنت لو عندك رأي علمي دلوقتي غير اللي تقال هذه قدامك تفضل قول جاءنا الأخ أحمد من شوية بيقول أنه هو دكتور وقال لنا ليه تدبحوا الخنازير في مصر عشان مضرة ما أدناش سبب ضرر لما قلت له وزير الصحة ألا علاقة للصحة بها الراجل يعني أفل التليفون ومشي الآن أنا سأعطيك أن أنت لو كتبت في جوجل لماذا يجب أن نتقنب لحوم الخنزير ستجد عشرات الموضع العلمية بكتاب أجانب وليس مسلمين يعني أنت الدينة واحد منها الدينة سبب من الأسباب السبب أنا أقرأ لك سبب من الأسباب في سواني في أحد المواقع ماذا يقول؟ يقول أن السموم في لحم الخنزير يحتوي على لحمه مشبع اسم الموقع أي؟ الموقع لدكتور جوش إكسي جوش إكسي وهو لو كتبت لماذا يجب أن نتقنب لحوم الخنزير؟ هذا الموقع من المواقع طيب يعني إذن السبب عشان نكون نكسب الوقت إذن السبب لحمه فيه سموم نعم ما معنى سموم؟ السموم هي الضارة في الجسم هي الذي تفتك بالجسم تمام تمام خلاص بس خلينا في السبب ده خلينا معنى السموم معروفة لكل الناس عشان عندي ربع ساعة بس خلينا أسمع الدكتور غالي بيقول لك من ضمن الأسباب أنه لحم البورك فيه لحم الخنزير فيه سموم تفضل طيب شكرا أستاذ وحيد وشكرا لأستاذ عزني أو الشهير باسم شيخ روحي إزاي حضرتك أولا ادعاء أنه لحم الخنزير فيه سموم أعلى ده غير صحيح لأن فيه حيوانات اللي بتتغذى على سبيل النساء من النفايات واللي ياخد في طعامها نسبة تراب لو تراب فيه نسبة سموم الحيوان ده ممكن يخزنه ولو مات الحيوان ده آسف لو ادبح الحيوان ده قبل ما يموت حينقل السموم الموضوع ده ده ملهوش علاقة بالخنزير لوحده الموقع اللي بيتكلم عليه شيخ روحي يعني أسمامه هو بيتكلم أو أستاذ عزني أسمامه هو بيتكلم أنا فتحت الموقع هو بيقول فبيتكلم على مشاكل الجهاز الهضمي للخنزير بيتكلم أيضا إنه لو أكل نسبة دهون كتيرة زي البيكن علشان فيها نسبة دهون وده اللي أنا قلته من شوية صغيرة ما بننفحش بأكل دهون كتيرة ولكن لو هنقارن مية جرام لمية جرام دهم الخنزير أفضل طيب أنا بس عايز أكسب الوقت يا دكتور غالي أنا عايز أتجه للأخ عزني علشان أنا عايز سؤال واضح عايز سبب شرع يا شيخ خروحي هل لا يا أخ عزني عفوا هل في سبب شرعي معروف تم بسببه تحريم لحم الخنزير لو فيه الديني نعم بالنسبة لقول الله عز وجل لا تقد أشد تحريما من قوله إنه رجس طيب أشكرا هذا اللحم إنه رجس أنا أكصد ليه رجس يعني ليه رجس السبب إنه ليه رجس يعني ما هو في لحم كثيرة لأنه سيكشف العلماء لماذا هو رجس وفعلا كشفوا لماذا رجس طيب شكرا لا لا خلاص هذا يكفي يا أخ عزني سيكشف العلماء المسلمين ما كانوا يعرفوا حد ما يجوا الكفار يكشفوا لكم ليه ما تاكلوش الخنزير يا أخي اللحم ده لو فيه سموم كان قتل الغرب ده كله ناس دول بيأكلوا كمية بتاعة لحم خنزير عالية جدا كان قتل هؤلاء الناس لو فيه السموم اللي حضرتك تتكلم عنها أنا عايزة أكمل معلش بسرعة لأنه في نفسي هذه الجزئية نفس الموقع الإسلام فتوى اللي احنا جبناه من شوية وبتكلم عن الدودة اللي هو جبناه من شوية وختم كلامه بطريقة غريبة جدا قال ومن ثم من ثم إيه بقى لا يقبل في نظر الإسلام رأي من يزعم أن تربية الخنازير الأهلية في العصر الحادر بالطرق الفنية المراقبة في مراعيه وفي مبيته ومأموأه كفيلة بالقضاء على هذه الجرسومة لما بينا أن نص الشريعة في التحريم مطلق أنت بتم في كلامك خلاص انتهى مطلق وغير معلل ولو السبب فمن الممكن أن تكون هناك مضار أخرى للخنزير غير الذي يكتشف والعلم دائما فيه تطور ما فيش علا يا أستاذ عزمي ده العلماء بكلامهم وينبغي أن يلاحظ يعني ده بينسف أي كلام عن أنه بياكل أنه الخنزير رمم إذا أمكن تربية الخنازير بصورة فنية مزيلة لهذه الآفة في وقت أو في مكان أو أمكن كثيرا في مراكز الحضارة في العالم فإن ذلك غير ممكن في جميع آفاق الأرض وحكم الشريعة يجب أن يكون صالحا وواقعا لجميع الناس في جميع الأماكن ما تقول ليش بقى في الغرب حتى لو بربه كويس ما ينفعش خلاص إذا تحريم الخنزير لسبب شرعي ما فيش لذاته لهذا الحيوان بذاته شكله ما عجبوش طيب بزمتكم أنا فتحت لأرى يعني مثلا هنا في هذا الخبر بندر بن سعود يقول الإرهابيين طالت يدهم ووصلوا للضبان اللي هو الضب بنوديهم المناصحة واتكلم عن إنه دي جريمة كبيرة اللي هم عملوا ده واحد مالي العربية بتاعته صائد الضب تخيلوا الضب فهو شاف إنه دي جريمة وصائد جائر يجب أن يكون الصيد مرتب أنت بتمنع الخنزير بس بتاكل الضب ما في مشكلة زي ما أنتوا شايفين بيصدادوا الضب وبياكلوه الضب اللي هو ده وأنا آسف يعني بس الناس ممكن اللي هي ما ببي بل يعني هو زي ما شايف محطوط لك مع رز وليمون وتحل بالبطيخ لا مشكلة أأتي الآن إلى الرد على الأخ أحمد مشكورا للتصبين من السعودية لنسمع الضربة القاضية لكلامك يا أخ أحمد أنتم لم تفعلوا غير الطهاد الأقباط طول عمركم ليس أكثر من ذلك ولم يكن قتل الخنازير إلا بس عشان دي بترعاها بترعاها يعني الأقباط هم اللي برعوها فخلينا أسمع فيديو رقم خمسة واسمعوا كلام الوزير الصحة دكتور ومسلم يقول المرض لو انتقل من إنسان لإنسان الخنزير ده بره المعادلة تماما والقرار اللي اتاخد دهوجة في مجلس الشعب يعني وبعد كده بيسألوا لي أبعد طائفي قال له يعني ممكن أنا سمعت كده وبعد كده قال له ليس للأمر علاقة بالصحة نسمع فيديو رقم خمسة ونرجع احنا البلد الوحيدة اللي موتنا ودباحنا الخنزير تفتكب داك اللي مردود بصراحة لا وشوائي قيمة ملوش أي خالد أقلل أعداد المصابين بفرنز الخنزير وصلتها مشكلة احنا لما قلنا قتها قلنا خلاص أولى من مرض اتنين من بني أدم لمني أدم الخنزير بأمر المعادلة أو الطير على الحيوان ممكن أسألك تقول لي دبحتهم ليه مين يخل القرار بصراح أعتقد القرار اتأخذ في مجل الشعب مجل الشعب هو الأل الدهر الخنزير خصة قامت فجأة كده في جلسة من جلسات هو جعا قامت في جلسة من جلسات أنا فكرت كويسة كان يوم ثلاثة أو أربعة القرار منوش أي بعض أكثر من كده يعني على الحد علمي هل البعض استغلاء على كده يبعد طائفي بيقال هذا لكن أنا ما عنديش فكرة أسألك ما كنتش جوه قوي بسياغة القرار يعني أنا سمعته زي ما أنت سمعته كده بالظبط إنما صعب أوي نالك ما أنت وزير الصحة لا لا بس أنا أسألوش علاقة بالصحة ما لهش علاقة بالصحة دكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في ذلك الوقت موضوع ليس له علاقة بالصحة ما أتلتوها ليه؟ ما قالك الموضوع اتأخذ هوجة لا أتلتوها علشان اللي بيرعوها الأقباط بس ليس أكثر من ذلك يعني ده أكل عيشهم وكيف تحارب الأقباط في كل شيء حتى في الناس اللي هي بتربي الخنازير أنا عاوز أوصل لجزئية أخيرة وهي أنا يعني أروح بسرعة كده لسبب آخر واللي هو ذكروا أخونا جورج منذ قليل تخيلوا مفاهمين المسلمين إيه؟ مفاهمين المسلمين إنه الخنزير لما تاكله ده بيسبب الغيرة أنك أنت يعني ما تبقى بيضغيرة على مراتك يعني أنت عاوز تحرم الخنزير ومش لاجي سبب عما لا تحط أي أسباب فأنا تتبعت هذا السبب وهو طبعا منتشر بين الأحباء المسلمين لكن له بعد ثقافة دينية فأنا رحت للإسلام ويب مركز الفتوى ووجدت أحدهم يسأل مدى تأثير لحم الخنزير في ذهاب الغيرة الغيرة على الزوجة يعني وبيقول أن عاوز الأدلة الشرعية مسلم فاهم دون أدلة شرعية التي تثبت أن لحم الخنزير يذهب الغيرة فالفتوى بيقول له ذكر أبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط علل لتحريم لحم الخنزير ومنها أنه يقلع الغيرة ويذهب بالأنفة فيتساهل الناس في هتك المحرم وإباحة الزنا الخطيب الشربيني قال لك الغذاء يصير جزءا من جوهر المتغزي ولا بد أن يحصل للمتغزي أخلاق وصفات من جنس ما أكل ده كلام ده من جنس ما أكل يعني أنا لو باكل فراخ كل يوم بعد شوية حيقوم لريش وهطير أنه هاخد يعني الجنس الأكل اللي أنا باكله شيء غريب جدا وجدت هذا الكلام نادى به أكثر من شخص اللجنة الدائمة آل بي للأسف ابن عسيمين آل بي برضو ابن تيمية آل بي عطية في شرح بلوغ المرام آل بي خليني أسمع الدكتور غالي رأيك إي ينفع الكلام ده طبيا وعلميا يعني؟ لا طبعا ده اللي بيقولي الكلام ده ما يعرفش أي حاجة عن علم الجينات ولا أي حاجة في المايكروبيولوجي ولا أصلا أي حاجة في البيوكيميكي الحاجة الغريبية يعني زي ما حضرتك علقت طبعا فيه ناس كتيرة بتاكل أسماك كتيرة وما بتعرفش تعوب هل ده ليه علاقة؟ مثلا اللي عايزة أقوله اللي قاعدين يتحججوا بموضوع لحم الخنزير والمشاكل اللي يسببها قرنوا الصحة الحالة الصحية للغرب اللي بيأكلوا لحم خنزير كتير وقرنوها بالحالة الصحية لمسلمين الشرق عشان تبطلوا الحاجة دي أما علاقة الصفات دي ليس لها أي علاقة طيب نأكل كهنات كثيرة وننكنش أي صفة منها تمام أنا بشكرك يا دكتور غالي لأنه الوقت أزف سامحني لكن أنا بشكرك أنك كنت معنا وغطيت معنا الحلقة دي عبر الهاتف رب يبارك حياتك رب أنا يبارك حضرتك شكرا لك طيب أحباء المباركين نحن على يعني خلال حلقتين كانت الحلقة السابقة الدم والمخنوق والحلقة دي الخنزير في الإسلام وبحثنا عن السبب الشرعي أقصى ما وصلنا له أنه رجس لماذا رجس لم نجد ما بعد ذلك طبيا سمعنا حتى الدكتور حاتم ليس هناك سبب واضح الحلقة القادمة سترى الأسباب الرائعة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وسنأخذ أيضا لماذا فكرة مبسطة ليس مجال بحثنا لماذا تم تحريمه عند الفراعنة لأنني وجدت بعض الأحباء اللا دينيين أو الملحدين يقول إذن هناك تأثير توراتي بالفراعنة وهذا الكلام غير صحيح لأن التوراة لم تحرم الخنزير وإنما وضعت قاعدة الخنزير ضمن هذه القاعدة أحبائي المباركين صلوا من أجلنا وتابعونا في الحلقة القادمة بنعمة الرب من برنامج الدليل ربي بارك حياتكم وستكون الحلقة القادمة الخنزير وأكلوا في الكتاب المقدس سلام المسيح اشتركوا في القناة